اشتركوا في القناة وطالب علاء بالإفراج عن كل المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني وكل الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وإصدار عفو أو إفراج شرطي عن المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الإنترنت من جنيف محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أهلا بك سيد زارع الحكومة المصرية كانت قد أعربت في مناسبات كثيرة حتى أنها شكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع على الاعتقال والاعتقال السياسي في مصر هل هذا الملف لا ينخرط ضمن هذه النوايا من طرف الحكومة؟ أظن أن كل الملفات مفترض أن يكون مفتوحة وأن كل الملفات يتم عرضها على اللجنة المشكلة لكن للأسف الشديد نرى أن هناك انتقائية في اختيار الأشخاص التي يتم الإفراج عنهم بحجة أن بعض الأشخاص مغضوب عليهم أو ربما تخطوا بخطوط الحمراء فللأسف الشديد شوفنا الناس كتير يتم الإفراج عنها ما لهمش علاقة بالأمر أو حتى اليوم هم أقرب للنظام الحكم زي مثلا الفنان طريق النهري يعني جراء متاعته خطيرة عمل عنف حرق المجمع العلمي واخد 15 سنة سجن لكن بيخرج بسهولة لكن على الضفة التانية هنلاقي علاقة فتاح وهنلاقي آخرين للأسف يعني مغضوب عليهم ويتم التنكيل بهم للنهار نعم ماذا عن مطالب يعني الآن سيف عبد الفتاح يطالب بإطلاق صراح باقي المعتقلين يطالب كذلك ويقول أنه ليس هناك أي أمل يعني بجانب هذه المطالب هناك يعني غياب أو إحباط من طرف سيف عبد الفتاح في رأيك لماذا؟ لأنه للأسف معظم الأشخاص اللي تم ذكرهم بشكل عام انهم تخطوا مدة الحبس الاحتياطي هم لم يتم ارتكاب جريمة محددة يعني يعقب عليها القانون هم تجاوزوا المدة القانونية اللي بيسمح بها القانون باحتجاز يعني متهم ورغم ذلك بيتم طول الوقت تجديد اتهمات جديدة ليهم ووضعوهم فيه يعني دائرة جديدة من الاتهمات والأحكام فأنا أظن أنه فيه رغبة من الدولة بأن التنكيل بعدد من الأشخاص اللي هم بالتحديد يعني ممكن نسميهم أنهم من رموز صورة 25 يناير هناك انتقام غير مبرر من الدولة من أولا الأشخاص وشفنا يعني علاقة فتاح في يوم الأيام خرج من السجن وتم للأسف التنكيل به وكان كل يوم بيبات في اسم الشرطة ثم داخل اسم الشرطة يتم القبض عليه مرة تانية واتهمه في قضية أخرى يعني عملية التدوير كما يتم تسميتها للأسف بتطال كل النشطين والأشخاص اللي هم قاربين من صورة 25 يناير نعم يعني ماذا عن حالتي هل تتابعون حالة يعني سيف عبد الفتاح أخته تقول أنه الآن يتعرض إلى موت بطيء وهناك يعني حالة الحقيقة مزلية تصفها في ممشورها على فيسبوك هل تتابعون هذه الحالة وهل هناك مخاوف من جانبكم بخصوص صحة بل وحيات سيف عبد الفتاح على عبد الفتاح للأسف يعني حالة متدهورة منذ فترة يعني والدته وأخته بانتظام بيحاول يزوره مرات كتيرة بيتم رفض الزيارة المحامي بتاعه حاول يزوره خالد علي للأسف تم رفض أيضا تمكينه من الزيارة علاء أعلن أنه مضرب عن الطعام منذ خمسة شهور يعني نوع من النوع الإضراب التدريجي آخر مرة شافته أسرته يعني قيل أنه أصبح هزيل الجسم ضعيف بشكل يعني كبير فأنا أتصور أنه وضعه الصحي في تظاهر مستمر وهو منذ فترة للأسف أيضا نتيجة التنكين ونتيجة عدم وجود رؤية وأمل في المستقبل يعني ربما هدت بالانتحارة وأسرته خرجت وعملت الدولة أنه الإجراءات اللي بيتم معاه والتعسف لدرجة أنه كان يعني الشهور طويلة ممنوع من التريد ومن خروج للزنزانة ولما خرج أسرته احتفلت أنه المجرد هو الخروج من الزنزانة والتريد أيضا كان كل فترة أسرته بتستلم جواب منه بانتظام تم منع الجواب لفترة طويلة يعني فللأسف يعني التنكين بعلاقة عبد الفتاح واضح جدا وظاهر للعيان وفيه انتقام منه زي بقولت طول الوقت هو بأسرته لأنه حتى أخته أثناء الزيارة في مرة من المرات يعني تم الاحتكاج بيها وتم يعني القبض عليها وقضت في السجن سنة رغم أنها يعني كانت بتزور أخوها مش أكتر من ذلك والدته أيام طويلة بتبات قدام السجن وهي أستاذة جامعية فللأسف الشديد دي أسرة ممكن نسميها نموذج للانتقام من ثورة 25 يناير وهي أسرة صلبة جدا ولذلك الدولة تصورنا بتعمل معها بعنف شديد لقصر شكتها ولأنها أنا في رأيي هي رمز لصورة 25 يناير ومتلا من هزائم للأسف الشديد على أرض الواقع شكرا جزيلا سيد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي كنت معنا مباشرة من جناف